كان يا مكان في قديم الزمان بأيام مرت من زمان وما بيحلى الكلام قبل ما نصلي على نبينا العدنان صلوا على نبي كان في هالحطاب كل يوم من الصياح الديك يحمل حاله ويطلع على هالغابة يأخذ هالفاس معاه ويوصل عند الشجر يخبط في هالشجر يخبط في هالشجر يحط بشوية حطاب ويروح يروح على هالسوق يبيع هالحطابات ويشتري شوية زيت وضمت فجل وشوية خبز لأولاده كل يوم على هالحال تا في يوم من الأيام وكاعد بيحطب في الغابة في شجرة الخروب خبط تيش 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 فجأة لهالدخان بطلع كلياته بطلع له مارد كبير كله مين انت وشو بتعمل هون الحطاب مات من الرعبة كله انا 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 الحطاب جاي بدي 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 احط بشوية حطاب مشان ابيحن وقطع مولادي لو كله انا مستعد اغنيك طول عمرك بس بشرط اتجيب لي بنت من بناتك الحطاب فكر فكر قال اذا بعطي بنت من بناتي بغنى طول عمري بالفعل حمل حاله الحطاب وروح على الدار اخذ بنت من بناته وطلع فيها على الغابة دك على شجرة الخروب وطلع له المارد واعطال بنت دخل اخذ خروب هالبنت وفات على الشجرة طلع من الشجرة في ايده باطية الحطاب صار يطلع عليه كله شو بدي اعمل فيها هاي قال له انت امسك الباطية في ايديك التنتين وقول يا باطية تقمنا وابونا طعمينا واسكينا وشو ما بدك بالطعميك فكر معقولي يعني باطية بتطلع عكل لحالها قال والله لا اجرب مسك الباطية يا باطية تقمنا وابونا اعطينا رز و لحمة هب إلا هالصينية قل لياتها الباطية مليان رز و لحمة اكل 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 تشبع قال بعدها هذول الولاد ميتين من الجوع تأخذهم الباطية واركاذ على الضار بالفعل اخذها الباطية واركاذ على الضار اول ما وصل الضار جمع الولاد قال لهم اطلبوا وتمنوا كل ما يطلبوا شغلة يحكي للباطية الباطية تعطيها ومن سيري لسيري وصلت قصة الباطية للمختار قال المختار ابعتولي ورا هالحطاب تشوف شو قصة هالباطية هاي بعثوا ورا الحطاب واجه الحطاب عند المختار لابو كله المختار شو قصة هالباطية هاي لابو كله هاي باطية تجدادنا تعطيني شو ما بدي بس اكلها قال له معقولي يا زلمي ها تفرجيني مسك هالباطية وقال يا باطية اطئمنا وابونا اعطينا جاج ما شوي هب اللي هالباطية مليانة جاج ما شوي صار المختار واللي معاه يوكلوا زي اللي عمر هما شايفين الجاج وقال المختار اللي بيشتغل عنده قال له اعمل حالك بدك تروح تغسل هالباطية وبدللي اياها بوحدة تانية بالفعل اخدها يغسلها وبدلها بوحدة تانية اجينا اليوم بنانا على طلب جمعية دار اليتيم العربي الاختايفاء السيد لعرض مجموعة من الحكايات الشعبية من التراث الفلسطيني لأطفال الميتم بهدف انه توعية هذا الجيل المبتدى الجيل الطفولة للتاريخ القضية الفلسطينية والتاريخ الحكايات الشعبية الفلسطينية التي يجوز القول ان نقول بانها قاب قوسين او ادنى من التحريف كاملة للغة العبرية او لما يسمى بدولة اسرائيل هذا المشروع ان شاء الله راح نتوصل فيه اكثر من عرض للحكايات الشعبية لتوعية الاطفال الحكايات التي تم عرضها هي الحكايات التي تم تحريفها للغة العبرية وهي ما يقارب 17 ألف حكاية من التاريخ الفلسطيني اللي عمره ألاف سنين المرتبطة طبعا حكاياتنا طبعا جميعها مرتبطة بالديانات توارثت عن طريق الديانات السماوية أقل الحكاية فلسطينية عمرها ما يقارب الألف سنة أنا استغرطي الحكاية اليوم إنه ما نعطي بناتنا لحدها ما ننصب أحدها وما نحكي لحده إشاء إنها من أجدادنا الزمانة لحكاياتها وشعبية عنا وعن أشياء بتتير معنا وممكن إنها تكون خيالية ترجمة نانسي قنقر